الفيديو اللي حضرتكم بتشوفوه دلوقتي هو مش فيديو انا مصوره بالكاميرا الخاصة بيه او محمله من المواقع اللي بتوفر فيديوهات مسموح بعادة استخدامها الفيديو دوت انا اللي صممته انشأته بس ازاي صممته عن طريق نص انا كتبته وتخيلت فيه المشهد او الفيديو بتاعي وادات الزكاء الاصطناعي ماجيك ميديا اللي بيوفرها برنامج او موقع كانفا خدت النص دوت وحولته ليه الفيديو اللي احنا بنشوفه دلوقتي مع بعض طيب الكلام ده بيتم ازاي هو ده اللي هنعرفه سريعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله مكملين مع موقع كانفا والمميزات اللي موجودة فيه زي ما بقول موقع او برنامج كنز يقدر يستفاد منه كل الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا كل واحد على حسب مجاله او شغله والنهاردة ان شاء الله هنتعلم سريعا مع بعض ازاي استغل اداة الزكاء الاصطناعي ماجيك ميديا اللي من خلالها اقدر احول النص اللي انا بكتبه الى فيديو في فيديو سابق انا اتكلمت فيه برضو كان عن اداة الزكاء الاصطناعي اللي بتحول النص الى صورة دلوقتي بقى النص دوت هقدر احوله لفيديو وبقى الاتنين دول او المستين دول موجودين فيه الاداة اسمها ماجيك ميديا حاليا دلوقتي ده الاسم بتاعها طيب هنعمل ايه هنروح على موقع كانفا ونبتدي الخطوات العملي مع بها طبعا في طريقتين اقدر اوصل بيهم للاداة زي ما وضحت فيه الفيديو السابق الخاص بتحويل النص الى صورة اللي هيبقى موجود فيه التعليق المثبت عشان اللي مشافوش يعرف ازاي يسجل على الموقع وازاي يقدر يستخدم الاداة فهضغط على كلمة التطبيقات اهو تتفتح معايا الصفحة دي هروح على الاداة اهيه ماجيك ميديا ونضغط عليها بقول لحول افكارك الابداعية الى صور وفيديوهات بعد التحديث الجديد اصبح ان انا اقدر احول الافكار اللي هو النص بتاعي الى فيديو كمان عشان كده تم تغيير اسمها بقى ماجيك ميديا هعمل ايه هقوم ضغط على الاستخدام فيه تصميم وبعدين اشوف بقى انا عايز اصمم ايه بالزبط فاحنا هنضغط على مقطع فيديو فبعدها تفتح معايا الصفحة الخاصة بقى بالتصميم اللي انا هبتدي اقوله عن نص عشان يحولهولي الى فيديو زي ما انتو شايفين نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاداة دي عشان تحول للنص الى صورة هي هي بالزبط نفس الامر في تحويل النص الى فيديو انتو شايفين اول ما بتفتح معانا بيكون الاختيار على الصور لا المرة دي هو مكتوب حتى جديد الى فيديوهات هضغط على كلمة الفيديوهات اهو هلاقيها اتفتحت معايا بالشكل دوت وبعدين ادي المربع الخاص اللي انا هكتب فيه النص عشان هو يحولهولي لفيديو حتى هنا كاتب لك جرب مثال لو احنا ضغطنا عليه فهلاقيه كاتب غروب الشمس فوق المحيط باسلوب التصوير السينمائي الاحترافي اضاءة طبيعية فانا هو بيوريك اه دي فكرة او طريقة لكتابة نص هتتحول الى فيديو طب انا مش عايز الكلام ده عادي خالص ممكن اعدل او اكتب بقى فقرة من دماغي او تخيلي انا فانا ممكن اقول له اهو بدل غروب اخليها شروق شروق الشمس فوق البحر بش محيط باسلوب التصوير السينمائي الاحترافي اضاءة طبيعية ممكن مع شخص يصطاد سمك مثلا كده ونقول انشاء فيديو وامضغط على انشاء فيديو بيقول لك يتم انشاء فيديو جديد يستلهم روح المشهد اللي احنا قدمناه او كتبناه ويجب ان يكون جاهز خلال من دقيقة لدقيقتين فهنستنى المعالجة تخلص للنص اللي احنا كتبناه ونشوف المشهد او الفيديو هيكون شكله عامل ازاي وكده المعالجة خلصت زي ما انتم شايفين وادي الفيديو اللي هو انشأهولي من خلال الكلام اللي انا كتبته له تعالوا كده نضغط عليه عشان ينزل لنا بقى ونكبر الصورة نخلي الاول كخلفية وبعدين اكبر لكم الصورة وبعدين نشوف بقى الفيديو مع بعض زي ما حضراتكم شفته شخص بيصطاد شروق الشمس وبحر نفس الكلام اللي انا كتبته هو عملي بالمشهد او الفيديو ده فطبعا اداية زي دي توفر على ناس كتير قوي فيديوها تقدر تستغلها زي ما هي عايزة طيب مثلا الفيديو دوت هو بتبقى مدته خمس ثواني انا عايزه اطول من كده مفيش اي مشكلة خالص هتيجع على التراك ده اللي موجود في الفيديو بتاعك هتضغط على التلات نقط وتقوله تكرار صفحة فبقى عندك كده مكان اربع ثواني بقى ثمان ثواني طبع انت عايزه اكبر من كده افضل بقى ضيف صفحات زي ما انت عايز يا رب تخلي الفيديو مدود دقيقة او اكتر عايز تضيف مشهد تاني بعديه بشكل تاني او تخيل تاني مفيش اي مشكلة خالص هتقوم ضغط على الاداة تاني هنرجع ليها وبعدين اقوم ضغط هنا اضافة صفحة وبعدين ابتدي اكتب نص تاني جديد بتخيل فيه بقى اي ان كان اي هو وبعدين ابتدي اكتب النص اللي انا عايزه بنفس خلصت كده سواء مشهد او مشهدي يعني فيديو او فيديوهين ايا كان هقوم ضغط على كلمة مشاركة وبعدين هقوم ضغط على كلمة تنزيل بعدها هيبتدي يتحمل معايا بصيغة اهو اللي هي صيغة الفيديوهات وبعد كده على برنامج المونتاج بتاعك تقدر برضو الفيديو لو انت عايز تكرره تاني تطول مدته تضيف عليه تأثيرات وبرضو من خلال موقع تقدر تستغله لو انت مثلا الفيديو بتاعك عايز تضيف عليه صورتك فيديو ليك تركبك طبقه وانت بتتكلم او اي حاجة برضو تقدر تستغلها وبعدين تصدر الفيديو بتاعك لان احنا قلنا موقع كنفا موقع كنز تقدر ان انت تمنتج او تخرج فيديو منه احترافي بشكل كبير يبقى ادي الامر بكل بساطة يارب اكون قدرت افتكم وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته